نعم بالنسبة لموضوع وقف اطلاق النار يجب ان يكون مترافق مع شروط اخرى من اجل ان يحقق الهدف وقف اطلاق النار اكيد شيء مفيد بالنسبة للمدنيين هو يعني ممكن انه هو صار على الطاولة او بمناقشة حوار بيناتهم بس كعالارض ما تنفذ ابدا شيء هذا الشيء ابدا لانه الطبل بدومه والعرس بحرسته يعني اللي عم يتصاوضوا برا ما بيمونه على اثنين حاملين بارودة جوا لا عنا ولا عند النظام يعني روسيا بتمون على الميليشيات الايرانية ولا العراقية لا ولا بشار بمون عليهم طبعا مستحيل حل سياسي في سوريا لانه نظام الاسد 40 سنين في السلطة مستحيل يدخل على السلطة في حل سياسي وما حيرى بقيتل ودمر كلها الدمار لحتى يطلب في حل سياسي كان الأول طليل في حل سياسي فاذا ما كان في قرار منزم على جميع اطراف فما رح يكون في بقف اطلاق النار وبالنسبة لجدد الحل السياسي فبدايته رح يكون في بقف اطلاق النار لانه نظام رح يدخل هيك شروط اطلاق النار لانه يعتبر كافة الفصائل السورية هي فصائل الرهيبية باعتقاده 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 نوسيا كمان لن يؤثر الا في قتل الشعب السوري لانه ليس الا ضحك على اللحة بحل الحل السياسي الوحيد بسوريا هو برحيل الاسد وعوانه وقف اطلاق النار ماله تأثير نهائيا وحبر على الوراء لانه نظام جئر وبدو يبيد كل شعبه بالنسبة لعرض الواقع خصف الراجمات الصواريخ المدفعيات طيران روسي طيران السوري 24 ساعة يقصف مناطق محررة ومدنيين وجيش حر جميع المعارك والحروب انتهت المعاهدات جميع انتهت على الطاولة يعني بالنسبة للحل السياسي الله اعلم ما بتوقع يكون في حل سياسي على المدى المنظور كيف توقف rahat اشتركوا في القناة